الحمد لله تبارك وتعالى نكمل جزءا بسيطا في الكفاءة وننتقل مباشرة إلى المر أبنائي وبناتي هيا بنا نبدأ ما يترتب على الإخلال بالكفاءة قالوا ما الحكم لو تزوجت المرأة من غير كف واحدة راح تزوجت نفسها من شخص مشكف إليها الإجابة أبنائي وبناتي أن التفريق في هذه الحالة يكون إلى القاضي وما لم يكفرق القاضي فأحكام النكاح ثابت يعني إذا رفع الولي أمره إلى القاضي القاضي هو الله يفرق مش الولي هو لا يفرق بس الولي هو الذي يطالب بالتفريق وأبل ما يحكم القاضي النكاح يكون ثابت فإذا تزوجت المرأة من غير كف إن يجوز للولي أن يفرق بينهما دفعا للعار عنه بس مش هو الله يمارس التفريق وإنما يرفع أمره إلى القاضي وهذا الفسخ بين الزوجين لا يكون طلاقا يعني لما يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يفسخ عقد النكاح ده مش طلاق لأن الطلاق بيبقى أمن الزوج ولأن الطلاق تصرخ في النكاح أما فسخ عقد النكاح فهذا فسخ لأصل النكاح وليس تصرف في النكاح ولأن الفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج وهذا ليس كذلك ما يجب لها بالتفريق للوقت القاضي فرق بين الرجل وبين امرأته لعدم الكفاءة بناء على طلب الولي ما الذي يجب لها؟ هل يجب لها شيء من المهر في هذه الحالة؟ الإجابة أبناء ومناته والله إذا كان التفريق قبل الدخول يعني بعد العقد بس وقبل أن يدخل بها فلا يجب لها شيء من المهر لأن هذا فسخ لعقد النكاح ولأصل النكاح وليس التصرف في النكاح وإن دخل بها فلها المسمى لأن إحنا متفقين على أن المرأة إذا دخل بها الزوج تستحق المهر كاملا المسمى يعني المهر كاملا وفي هذه الحالة طالما أنه دخل بها وفسخ العقد يكون لها المسمى وتكون عليها العدة ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح جرى فسخه بعد ذلك طيب فنفترض يا أولادي إن قبض الولي المهر هي زوجة نفسها من غير كف ومن غير إذن الولي بس الولي لما عارف قبض المهر أو جهز بالمهر أو طالب الزوجة بالنفقة أو زكت لم يتكلم هنا حنفرق بين حالتين الحالة الأولى إذا قبض الولي المهر أو جهز به الولي خد المهر من الزوج أو اشترى بيه تلاجة وغسالة وحطاه فيت الزوجة أو طالب الولي الزوجة بالنفقة كل هذا يعد الرضا ده بنسميه الرضا الضمني فلا يحق له المطالبة بفسخه لأن ذلك تقرير للنكاح وأنه رضي كما إذا زوجها الولي ثم مكنت المرأة الزوجة من نفسها هذا يدل على موافقتها هذا يعتبر دلالة على موافقتها أما الحالة الثالية أبنائي وبناتي هي زوجت نفسها من غير كفء ولما علم الولي لم يطالب بالمهر ولم يطالب بالنفقة لكنه سكت لم يتكلم هل يعد هذا من باب الموافقة الضمنيه قال الحنفية لا فلا يعد ذلك من باب الموافقة ولا يعتبر هذا من باب الرضا حتى وإن طالت المدة التي سكت فيها الولي ما لم تلد هذه البنت طب ليه من يعتبرش دا رضا قالوا لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله حقه أنه يطالب بفسخ عقد النكاح وذا حقه أكيد فسكوته لا يدل على إبطال حقه هتقول لي ليس السكوت يدل على الرضا دا في حق البكر وليس في حق الولي وليس في هذه المسائل لاحتمالي طب هو سكت من المحتبل أنه أخر ذلك إلى وقت يختار فيه الخصومة يعني يختار الوقت المناسب اللي يرفع فيه أمره إلى القاضي ويطالب بفسع عقد النكاح ولا ربما هو يرى أن الوقت لم يكن مناسبا بعد طيب الحكم لو كان هناك أكثر من ولي السؤال يا أبناء يقول ما الحكم لو راضي أحد الأولياء بالزوج غير الكف واحد من الأولياء وافق على الزوج غير الكف قاله والله البنت زوجت نفسها من واحد أقل منها في الكفاءة واحد من الأولياء وافق والبقين ما وفقوش الرأي الأول قال إن راضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض لو أبوها هو اللي وافق مش من حق عمها أنه يعترض لأنه أبوها أولى أما إن كان ملهاش أب وليها تنين إخوات واحد فيهم وافق والتاني ما وافقش فليس من أخوها وافق وعمها ما وافقش فليس من حق العم أن يعترض على ذلك وليس من حق الأخ الذي هو في نفس الدرجة أن يعترض على ذلك هذا هو الرأي الأول في المسألة أما إن كان أقرب منه فله ذلك عمها وافق وابوها ما وافقش يبقى من حقه أن يطالب بفاسق عقد النكاح في هذه الحالة الرأي الثاني هو قول أبي يوسف رضي الله عنه قال أبو يوسف لنباقين حق الاعتراض طالبا أنهم الضرجة وحدة لهم حق الاعتراض ليه يا أبو يوسف قال لأنه حق ثبت لجماعتهم حق دفع العرضة والثبت للجميع فإن رضي أحدهم فقد أسخط حقه وحده وباقي حق الباقين لكن هذا الرأي ليس هو الرأي الصحيح ونرد على أبي يوسف بأن هذا التعليل فيما يتجزأ إما نقول ده حق ده وده مش حق ده ونقسم حق ده في الأمور التي تتجزأ أما هذه الأمور لا تتجزأ موضوع دفع العرض ده يعني ما يتجزأش يا إما ده عرض بالنسبة لهم أو ليس عارب بالنسبة لهم فكل واحد منهم كالمنفرد فإذا وافق بعضهم فكأنه وافق للباقين لأنه صح الإسقاط في حقه فيسقط في حق غيره ضرورة عدم التجزئة كلام عن القصاص لو واحد بس من أولياء الدم عفى وطالب بي الدية يسقط القصاص ونعطي الدية بخلاف ما إذا رضيت المرأة بأي إذا رضيت لأن حقها غير حق الأولياء لأن حقها صيامة نفسها عن ذلد الاستفراش إنها تتزوج باللي هو أقل منها وحقهم دفع العار فسقوط أحدهما لا يقتضي سقوط الأخر السؤال التالي أبنائي وبناتي زوجت المرأة نفسها من غير كف ما الحكم في ذلك الرأي الأول رأي أبي حنيفة رضي الله عنه أنها إذا تزوجت بغير كف إن لم يجز هذا الكلام أصلا غير جائز قال شمس الآئمة السرخسي وهو أحوط ده أفضل فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ما هو ممكن الولي يرفع عمره إلى القاضي وما يكونش يحسن المرافعة ما ينفعش ما بيحسنش عرض قضيته ولا كل قاضي يعدل فكان الأحوط سد هذا الباب فكان الأحوط سد هذا الباب الرأي الثاني رأي يقول بعدم اعتبار الكفاءة أصلا وهو مروي عن أبي بكر الرازي وأبي الحسن الكرخي أنه لا تعتبر الكفاءة وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وستدلوا على ذلك بعدة آيات وأحاديث من القرآن الكريم قالوا ربنا يقول إن خلقناكم من ذكا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تفاضل بين أحد وبين آخر وستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ما فيش فضل الحد على حد إلا بالتقوى أو العمل الصالح يعني وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة وأبو هريرة من دوس ولم يكن قراشيا لو كان لي بنت لزوجتك وقول يعني بلال أنه روي أنه خطب مرأة من الأنصار فرفضوا أن يزوجوه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن بلال حبشي مش عربي أصلا فقال لهم إن قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمركم أن تزوجوني كل هذه الأدلة يقول القائلون بها أنه لا تفاضل بين أحد وآخر فلا اعتبار بالكفاء فكيف ترد عليهم نرد عليهم ونقول أن هذا في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا أولا ذكرنا حديث زي منها ألا لا يزوج النساء إلى الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ثانيا الموضوع إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا في أمور الدنيا لأن التقوى ما نعرفش حقيقتها هنا في الدنيا والذي يعلم حقيقتها هو الله وثوابها في الآخرة عند الله فلن نستطيع أن نميز التقية من الفاجر وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراد به الفضل عند الله عز وجل لها قول ليس لعربين على عجمين فضل إلا بالتقوى وهو جواب الحديث ويجب الحمل عليه توفيقا بين الأمور أبناتي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزرية نتكلم بعد ذلك عن المهر فنقول وبالله التوفيق ما معنى المهر؟ وما أسماءه؟ الإجابة أبنائي وبناتي المهر هو اسم للمال الذي وجب على الرجل بسبب عقد النكاح أو الوطء بشبهة ومن أسمائه الصداق والصدقة والنحلة يعني إحنا بنتكلم على أن من الحاجات الضرورية جدا في المهر ومن الشروط الأساسية في العقد يعني عقد النكاح ما ينفعش عقد النكاح من غير ما يبقى فيه مهر ولو ما كانش فيه مهر حنعمل له إحنا مهر يسمى بمهر المثل إنما في الأساس في حاجة عندنا اسمها مهر يعني مهر يعني المال الذي يبذله الرجل عندما يريد النكاح من المرأة المال الذي أوجبته شريعة الإسلام للمرأة واجبا على الرجل عند الزواج بها المال الذي أوجبته شريعة الإسلام على الرجل وجعلته حقا للمرأة عند الزواج بها هذا المهر أو الجزء من المال الذي أوجبته شريعة الإسلام على الرجل لأكثر من اسم يسمى بالمهر نحن كلنا عارفينه يسمى بصداق قال تعالى وآت النساء صادقاتهن ويسمى بالنحلة لأن القرآن قال وآت النساء صادقاتهن نحلة ويسمى صدق إلى غير ذلك من الأسماء لا مشاهدة في الإصلاح لكننا في النهاية نقول أن هذا المال واجب على الرجل وتستحقه المرأة بعد العقد والدخول بها وبمجرد العقد قد تستحق جزءا منه وقد تستحق كله كل هذا سنفصله تفصيلا مع درسنا بإذن الله تبارك وتعالى نقول مقدار المهر ما مقدار المهر وهل يصح أن لا يكون مالا وما الأصل فيه أبناء وبناتي الحنفية قالوا أن المهر لابد أن يكون مالا وأقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم لازم المهر إليش عن عشر دراهم ولا يجوز أن يكون إلا مالا والمال هنا يعني ما له قيمة مالية مش المقصود بالمال أنه لو جاب لها عربية من العربية تنفع تبقى مهر ولو كدب لها شقة أو عمارة أو قطعة أرض كل ده يبقى مهر المهم أنه على الأقل يبقى قيمته عشرة دراهم والدرهم الواحد يساوي دلوقتي ثلاثة ومية خمسة وعشرين من ألف من الجرام من الفضة فيكون مقدار الجرامات من الفضة واحد وثلاثين جرام ربع يعني شوف الواحد وثلاثين جرام ربع دول يساوي كام دلوقتي من المال ويبقى دوة ألمر والمقصود ما له قيمة مالية معتبرة شرعا حالة السعة والاختيار اللي لي قيمة مالية وليس المقصود أنه يكون فعلا فض أو أنه يكون فعلا دراهمي يعني ينفعش جناهات ما ينفعش إقارات لا كل دا ينفع بس على الأقل يكون قيمته توازي قيمة الواحد وثلاثين جرام ربع طيب إيه الدليل على إن الماء المهر لابد أن يكون مالا الإجابة أبنائي وبناتي أن ربنا تبارك وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم طيب إيه الدليل في الآية علق الحل بشرط الابتغاء بالمال يعني قال إن الحل معلق على الابتغاء بالمال قال وأحل لكم بسأل أن تبتغوا بأموالكم فلا يحل النكاح إلا بالابتغاء بالمال وكون الصداق يسقط بالطلاق هتقول لي دلوقتي لو طلقها قبل الدخول وما كانش حدد لها مهر هل لها شيء قال لك لا ما لها شغل المتعة هتقول لي دل دليل على إنه هو مش مشروع لا هقول لك هذا لا يدل على عدم مشروعية الصداق لأن الطلاق في هذه الحالة يشبه الفسق فإحنا متفقين للفسق قبل الدخول يسقط المهر وسقوط المهر لا يدل على أنه غير واجب بل سقوطه يدل على ثبوته إزاي سقوطه يدل على ثبوته والله لو أنا تنزلت عن الموبايل ده أو عن الجاكت ده أو عن شيء ده ده يدل على إن أنا أملكه أصلا إذ لا يسقط إلا ما ثبت ولزم وكون المرأة تستحق نصف المهر فقط بالطلاق قبل الدخول افرض إن واحد تزوج واحدة وعمل لها المهر عشر تلاف جنيه ثم طلقها قبل الدخول إيه لي لها؟ لها نص المهر هتقول لي طب ما هو دليل هو على إن المهر مش واجب هقول لك لا هذا ثبت نصا على خلاف القياس يعني الأصل إن لها المهر لكن النص هو الذي قال فنصه ما فرطتم إلا إن يعفونا أو يعفوه الذي بيديه عقدات النكاح والمذكور في الآية مطلق المال دلوقتي إحنا جبنا دليل على إنه المهر لابد أن يكون مالا يبقى الدليل على العشر دراهم فنقول إن المذكور في الآية مطلق المال الآية قالت أنت بتغوا بأموالكم ما قالتش كان هذا قول مجمل فكان مجملا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فصره بالعشرة فقال فيما رواه عنه جابر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم تميعا لا مهر أقل من عشرة دراهم لا فيش مهر أقل من كده ولأن المهر ثبت حقا لله تعالى حتى لا يكون النكاح بدونه المهر دا حق ثابت أثبته الله سبحانه وتعالى لدرجة النكاح ما ينفعش من غيره ولو نفاه أو ساكت عنه حتى لو إن الرجل سكت عنه مالوش أو طالب المرأة بالتنازل عنه بإنما ما يبقى شفي مهر في العقد خالص ولهذا كان لها المطالبة بالفرض والتقدير يعني لها أن تطالب بالمهر وبتحديد قيمة المهر وذلك يبتني على وجود الأصل على وجود أصل المهر أن المهر دا ثابت وما ثبت لحق الله تعالى يدخله التقدير كالزكاة طالبه حق ثبت وأثبته الله سبحانه وتعالى لازم يبقى له تقدير والتقدير دا من لا يحدده يحدده الشر من ليمثل الشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن رسول صلى الله عليه وسلم حدده بالعشرة دراهم فقال لا مهر أقل من عشرة دراهم المسألة التالية أبنائي وبناتي إن سمى مهرا أقل من عشرة دراهم ما الحكم الرأي الأول قال إن سمى مهرا أقل من عشرة دراهم فلها العشرة دراهم وقال زفر لها مهر المثل لأنه سمى ما لا يصلح مهرا فصار كعدم التسمية الرد على رأي زفر أن العشرة لا تتبعض في حكم العقل فتسمية بعض العشرة كتسمية كله مثل الطلاق لا ينتصف يعني إيه الكلام دا يا أبنائي هو بيسألني كده في مسألة بيقول لي افرض إن واحد تزوج واحدة على مهر أقل من عشرة دراهم وهم موافق على كده وليها موافق على كده والزوج موافقة ويه الزوج موافق إيه الحكم نقول لهم لا استنوا إحنا عندنا مقدار محدد في شريعة الإسلام على رأي الحنفية لا يجوز أن نقلل المهر عنه إنتوا اتفعتوا على كامل يقول لي إحنا اتفعنا على خمس دراهم أم الحنفية يقولون له أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون له لا طالما أنت كتبت في المهر إن المهر خمس دراهم يبقى أنت عدد في عشرة بس أنا كتبت خمسة بس وهي موافقة على خمسة واليه موافقة على خمسة وأنا قابل بذلك وإحنا تراضينا على ذلك نقول التراضي لا يكون في إسقاط حق واجب بالشر لو أنتوا تراضيتوا أنتوا ما تصلوش أهل بلد قالوا تراضينا أننا ما نصلوش للجمعة يبقى كده من حقهم أنهم ما نصلوش للجمعة لا أنتوا تراضيتوا على حق يخالف أو على شيء يخالفوا الشر الشر قال لا مهر أقل من عشرة دراهم إذن حتدفع العشرة دراهم الإمام زهر بيقول لا هو كده كأنه لم يحدد لها مهرا أصلا وطالما ما حدد لهاش مهر إحنا عندنا أن اللي تجوز واحدة من غير ما يحدد لها مهر بيتفعلها مهر المثل فلها مهر المثل أبو حنيفة وأبو يوسف رأيهم لا إن ليها العشرة دراهم مش ليها مهر المثل طيب ليه قالوا العشرة دراهم ما قالوش مهر المثل قالوا لأن هو سمّلها مهر اللي ليها مهر المثل ليه الذي لم يحدد لها مهرا إنما دي حدد لها مهرا أه بس المهر دو مبلغ مش الجائش في شريعة الإسلام قلنا آه المهر ده في شريعة الإسلام لا يقل عن عشر دراه فإذا سمى بعضه فكأنه سماه كله يعني إيه يعني قال لي مثال لو رجل قال لمرأتي انت طالق نص طلقة نص تطليقة يعني هل تقع نصف تطليقة قالت لا يقع تطليقة كاملة طب ليه لأن الطلقة لا تنتصف قاله كذلك العشرة لا تنتصف يعني العشرة لا تنتصف يعني لا تتبعض يعني لا تتجزأ فلو قال لها ان المهر ثلاث دراهم يبقوا على طول عشرة لو قال لها خمسة يبقوا عشرة لو قال لها ثلاثة يبقوا عشرة لو قال لها سبعة يبقوا عشرة لو قال لها تسعة يبقوا عشرة لو قال لها عشرة يبقوا عشرة اتناشر يبقوا اتناشر خمسين يبقوا خمسين مئة ألف يبقى مئة ألف إنما ما يقلش عن العشرة فإن سمى أقل من العشر دراهم يبقى ديها العشر دراهم الإمام زفر بيقول لا هو كأنه لم يسمي لها أصلا وعندما يتزوج الرجل المرأة من غير تسمية لها مهر المثل قلنا لا سمى لها مهرا إلا أن المهر الذي سمى أقل من المهر الذي حددته شريعة الإسلام فتسمية بعضه كتسمية كله فلو سمى أقل من عشرة إذن هي تستحق العشرة نكمل متى يتقرر المهر كاملا ومتى يتقرر نصفه فقط الإجابة أبنائي وبناتي متى يلزم المهر أو ما وقت لزومه من سمى مهرا لزمه بالدخول والموت أما الدخول فلأنه حق فلأنه تحقق به تسليم المبدل وبالموت يتقرر النكاه بانتهائه فيجب البدل متى يجب للمرأة نصف المهر الإجابة انطلقها قبل الدخول لازمه نصفه لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ترك تسمية المهر ترك تسمية المهر أو اشتراط عدمه ما الحكم لو لم يسمي لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها الإجابة إذا لم يسمي لها يعني إذا لم يحدد لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها يعني أنه لم يلهاش مهر أصلا فلها مهر مثل بالدخول والموت ولها المتعة بالطلاق قبل الدخول الكلام ده طبعا يحتاج إلى توضيح يا أبنائي نقول إحنا دلوقتي عندنا اتفقنا على أن المهر ما يقلش عن عشر دراهم لكن هما ممكن يتفقوا على أكتر من كده ممكن يتفقوا على عشر تلاف عشرة مئة ألف مليون لكن هل معنى أن هما اتفقوا على مبلغ معين من المهر أن المرأة تستحق جميع هذا المهر قالوا لا إحنا عندنا حالات تستحق فيها المرأة كل المهر وحالات تستحق فيها المرأة نصف المهر وحالات يسقط فيها المهر أصلا وحالات المرأة تستحق حاجة تانية يسمع المتعة طيب قلنا إزاي نعرفها قال لي والله شوف يا سيدي أنا عندي المرأة دي إما أنه دخل بها أو أنه لم يدخل بها والله إما أنه أيضا حدد لها مهرا أو لم يحدد لها مهرا طيب تعالوا ناخدها واحدة واحدة الأولى امرأة حدد لها مهرا هل تستحقوا جميع المهر قال لي تستحقوا في حالتين لو دخل بها أو مات عنها طيب إيه الحالة التانية إنه طلقها بلما يدخل بيها لو طلقها قبل أن يدخل بيها لها نصف المهر ركز معايا بقى بنقول تاني المرأة لو أنه حدد لها مهرا لها المهر بتاعك 100 ألف جنيه قدام حالتين إما إنه هيدخل بيها أو يموت إما إنه هيدخل بيها أو يموت يعني قبل الدخول ففي هذه الحالة تستحق المرأة المئة ألف أو الحالة التانية إنه حيطلعها قبل الدخول حصل بينهم خلاف فطلعها قبل الدخول هذه المرأة تستحق نصف المئة ألف تاني متى تستحق المرأة المهرة كاملا الحالة الأولى إن الرجل ذا حدد لها مهرا اللها المهر بتاعك 100 ألف جنيه فتستحق جميع المهر لو دخل بها يعني حصل بينهما دخول وجماع أو في الحالة الثانية إذا مات عنها قبل الدخول في الحالتين دول تستحق جميع المهر طيب افرض أنه طلقها قبل الدخول يبقى ما تستحقش المهر كله تستحق نصف المهر المقدم والمؤخر طيب الحالة الثانية إيه؟ الحالة الثانية أنه لا يحدد لها مهر اتفقنا أنه نجوزها من غير ما يحدد لها مهر طيب دي تاخد إيه؟ قال لو دخل بها أو مات عنها أيضا تستحق ما يسمى بمهر المثل لأن ما فيش زواج من غير مهر وهم ما اتفقوش بأحنا اللي حنحدد لهم حنحدد لهم إيه ما تعرف عليه الناس اللي هو إيه مهر المثل طب يفضل من طلقة قبل الدخول ما تستحق في هذه الحالة المتعة المتعة من المقدار من المال يدفع للمرأة كنوع من أنواع التخفيف والتسلية والمواساة على طلاقها من زوجها وهي تكون واجبة في هذه الحالة أن يكون الزوج قد طلقها قبل الدخول ولم يكن قد حدد لها مهرا قال تعالى ومتعهن على الموسيع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ما عدا ذلك ليس واجبا عليه وإنما هو مستحب من نسبة له يبقى حكرا قلنا متى يجب المهر كاملا متى يجب نصف المهر متى يجب لها مهر المل متى يجب المتعة متى يسقط المهر في كل فرقات وقعت من قبل الزوجة قبل الدخول لنما لو بعد الدخول تسعق المهر كلها يعني إيه فرقة حصلت من الزوجة قبل الدخول قبل أن يدخل بها عقد عليها عقدا صحيحا وقبل أن يدخل بها ارتدت عن الإسلام في هذه الحالة العقد فوسخ لأنها أصبحت على دين آخر طيب العقد اللي فوسخ دوت المرأة دي كان فيه مهر مئة ألف جنيه قال طالما أنه لم يدخل بها فقد سقط المهر لا سقط المهر ليه لأن الفرقة حدثت قبل الدخول بسبب هي أساسفي أو بسبب منها وليس منه عرف لو هو اللي ارتدت عن الإسلام يجب لها في هذه الحالة أن تحصل على حقوقها وهو نصف المهر في هذه الحالة لأنه لم يدخل بها تعالوا كده نكمل المسائل والأسئلة اللي معنا إن لم يسمي لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها واحد جوز واحدة وأن لا بصي مش هتفعلك مهر أو شرطه أساسي في العقد إن ما يبقى شلك مهر هل تستحق المهر قال لك آه حتى لو اتفقت على كده وتنازلت عن ذلك لها في هذه الحالة مهر المثلي إذا دخل بها أو مات عنها ولو طلقها قبل الدخول تستحق المتعة بالطلاق قبل الدخول العلة في هذا أن لها مهر المثلي بالدخول والموت لأن النكاح صحيح فيجب العوض يعني يجب المقابل والمقابل هو المهر لأن النكاح عقد معاوضة حاجة أصد حاجة البضع أمام المهر والمهر وجب حقا للشرع على ما بينا قلنا وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم فذا حق الشرع والواجب الأصلي مهر المثل الواجب الأصلي إن الوحدة تتزوج تتزوج بمهر مثيلتها كأختها كأبنة عمها وهكذا لأنه أعدل فيصاروا إليه عند عدم التسمية لأن ده العرف المتعرف عليه فده أعدل المهور فنصروا إليه طالما هم ما اتفقوش والله لو اتفقوا على أقل من كده وهي رضيت وهم رضوا والأولياء رضوا بذلك طالما ما قلش عن عشر دراهم هذا جائز بخلاف حالة التسمية يعني بخلاف لو هم حددوا المهر لأنه أعدل فيصاروا إليه عند عدم التسمية بخلاف حالة التسمية يعني بخلاف ما إذا تم تحديد المهر لأنهم رضوا بذلك لهم حددوا المهر بس المهر المثل بتاعها 100 ألف جنيه بس وليها موافق أن المهر يكون 90 ألف والبنت موافق أن المهر يبقى 90 ألف والزوج موافق على أن المهر يبقى 90 ألف خلاص طالما تراضوا على ذلك فالمهر ما تراضى عليه الأهلون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أو كما روي عنه فإن كان أقل من مهر المثل فقد رضيت بالنقصان وإن كان أكثر فقد رضي بالزيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما قال كما أخرج التبراني المهر ما تراضى عليه الأهلون وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرى في بروع بنت واشق الأشجعية بمهر المثل وقد زوجت نفسها أو قد تزوجت بغير مهر ومات عنها زوجها قبل الدخول وفي هذه الحالة أوجب لها النبي مهر المثل وأما وجوب المتعة المتعة زي ما قلنا مقدار من المال يدفع على سبيل التعويض للمرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يحدد لها مهر وهي تعطى لكل مطلقة سواها على سبيل الاستحباب أما وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف السؤال أبنائي وبناتي متى تجب المتعة ومتى تكون المتعة مستحبة الإجابة المتعة تجب في حالة واحدة إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها هو بس كتب كتاب عليها عقد عليها فقط ولم يكن قد حدد لها مهرا ما اتفعوش على مهر بعد ثم حدث الطلاق ففي هذه الحالة يجب لها المتعة ولا تجب المتعة إلا لهذه فقط إشارة إلى أن المتعة لا تجب إلا لهذه المرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يحدد لها مهرا لأنها قائمة مقام نصف المهر المرأة دي لو كان قد حدد لها مالا كان هيدفع لها نصف المهر المرأة دي ما دفع لهاش مال يبقى أو محدد لهاش مهر يبقى حنديها المتعة كخلف عن نصف المهر فلا تجتمع مع الأصل يعني ما تجتمعش مع المهر في حق غيرها ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل وجب نصف مهر المثل بس ولا ينقص عن خمسة دراهم لأن أقل المهر عشر دراهم أما حكم المتعة في غيرها يعني في غير هذه الحالة فهي تستحب لكل مطلقة سوى هذه أبدأي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أشكركم على حسن استماعكم حياكم الله ورعاكم ولكل خير أبقاكم ومن كل شر نجاكم وفي الحلقة القادمة نراكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته